اللي كان معانا كان أستاذ محمد بيقوله أنه نظر أنه يعني يتبه عجل بعشر تلاف قال لو حصل حاجة معينة هتبح عجل أو هجيب عجل بعشر تلاف فهو دلوقتي حد قال له ما تقولش لو حصل حاجة فقال خلاص حصل أو ما حصلش هجيب عجل بعشر تلاف فبيقول دلوقتي اختلفت الأسعار هل لازم بقى جيب بالعشر تلاف اللي يجيبوه ولا لازم أجيب عجل لا هو يعني حدد العجل وبالعشر تلاف بنانا على إيه على أن سعره دلوقتي العشر تلاف آه بيقول باختلفت الأسعار بعد كده زاد يعني خلاص باللي يتيسر باللي يتيسر إذا تيسره بزيادة ومتيسر لا مانع لم يتيسر بالعشر تلاف اللي يجيب بعجل طب هو بيقول لو جينا بقى حاجة أقل من العجل شايف قال لفظ كده فحلو أو حاجة كده هو متعمد هو نيته على عجل ولا نيته على الفروس يفرق هنا سيذبح ما يوازي لعشر تلاف ولا سيذبح عجلا كان بقى سعره خمسة عشر عشرين هو اللي ألزم نفسه هو اللي يلزم نفسه بنية نعم طيب جزاكم الله خير أشخاص ترجمة نانسي قنقر